تغيرات ميدانية في المناطق المحررة تنذر بتغير خارطة الحرب في اليمن في المهرة أقصى الشرق اليمني الواقع ضمن المناطق المحررة اشتباكات بين رجال القبائل وقوات تابعة للسعودية في منطقتين حات وشحن بالمهرة احتجاجا على دخول مركبات تابعة للسعودية من المنفذ بلا تفتيش ورفضا للشر قوات سعودية واستحداث مواقع عسكرية قبائل المهرة حذرت السعودية من أي تصعيد أو محاولة للسيطرة وفرض لأجنداتها بالقوة مؤكدة على أنها لن تظل مكتوفة الأيدي حيال أي تجاوز اتفاق ووساطة تقضي بمغادرة الشاحنات التي بسببها حدثت الاشتباكات إلى خارج المحافظة وانسحاب القبائل والقوات التابعة للسعودية من المناطق التي تمركزت فيها في مديرية حات لكن الرفض الشعبي للتواجد السعودي متواصل وهو ما ينذر بعودة التوتر في أقرب فرصة من ناحيتها أدانت اللجنة المنظمة الاعتصام المهرة قيام القوات السعودية باعتقال مواطنين وإيداعهما سجن مطار الغيضة وجددت استنكار ما وصفتها بالممارسات العبثية للقوات السعودية والميليشيات التابعة لها أجندات إقليمية اشتباكات وإخفاء قصري واستحداثات عسكرية سعودية رفض شعبي واعتصام مفتوح وشرعية كل الأطراف تدعي وصلا بها وهي تتوارى في أهم اللحظات وأشدها حساسية